تابع محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى مدينة شبين القناطر وذلك خلال اجتماع موسع مع القيادات التنفيذية بالمحافظة وأشار الهجان إلى أن الاجتماع تناول استعراض معدلات التنفيذ للمشروعات التي تستهدف مركز شبين القناطر بإجمالي يصل إلى 9 وحدات محلية و 36 قرية و 148 عزبة بإجمالي 770 مشروع وبتكلفة بلغت حوالي 7.7 مليار جنيه ووجه المحافظ بضرورة تضافر الجهود بين القطاعات وسرعة تنفيذ الأعمال طبقا للجدول الزمنية المحددة لإنهاء كافة المشروعات